تسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانيتش موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم يعقد مجلس وجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا اليوم لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان وأكدت الجامعة العربية أن الاجتماع سيبحث أيضا سبل التعامل مع تدعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلية على لبنان وأنه سيؤقد بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط بيروت في الساعات الأولى من صباح اليوم مما أسفر عن مقتل استاتي أشخاص على الأقل وقال مصدر أن الانفجار استهدف مبنى في منطقة البشورة بوسط بيروت بالقرب من البرلمان مما يجعل منه الهجوم الإسرائيلي الأقرب لمقر الحكومة اللبنانية من جانبه أعلم الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندين في اشتباكات مع حزب الله جنوبية لبنان لترتفع حصيلة خسائره في لبنان من بداية التوغل البري إلى تسعة قتلى في صفوف العسكريين من جانبه أعلن حزب الله اللبناني التصدي لمحاولات تقدم القوات الإسرائيلية بالجنوب اللبناني كما أكد حزب الله استهدافها تجمع لجيش الاحتلال في ثكنة الشميرة ومستعمرة اشتولة وقوة مشات كبيرة في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة ودقيقة أظهرت صور للأقمار الاصطناعية بثتها وكالة أسيوشيت بريس أضرارا في سقوف مبان قرب المدرج الرئيس بقاعدة نيفاتيم العسكرية الإسرائيلية بعد القصف الإيراني الأخير وقاعدة نيفاتيم الجوية التي تقع جنوب شرقي مدينة بئر سبع هي موطن لطائرات الأكثر تقدما في سلاح الجو الإسرائيلي بما في ذلك الطائرات المقاتلة الشبح F-35 الأمريكية الصنع أعلنت قوات الحوثي مهاجمة هدف حيوي في تل أبيب بعدد من الطائرات المسيرة وضف المتحدث باسم قوات الحوثي أن العملية تحققت أهدافها بوصول المسيرات دون أن يرصدها لاحتلال أو يسقطها مؤكدا أن العملية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ولبنان وصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأفادت مصدر فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 90 شخصاً وإصابة العشرات خلال 24 ساعة في أنحاء متفرقة من القطاع من جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الجيش الإسرائيلي أبدا 900 عائلة واثنتين من العائلات الفلسطينية في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي تفقد رئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامال هارس مناطق دمرها الإعصار هيلين جنوب شرق الولايات المتحدة وقرر بايدن إرسال حوالي ألف عسكري إضافي للمساعدة في عمليات الإنقاذ وأدى الإعصار إلى وفاة أكثر من 160 شخصاً بينما لا يزال أكثر من 600 شخص في عداد المفقودين في عدة ولايات جراء الإعصار الذي تسبب في أضرار واسعة في البنية التحتية أغلقت المؤسسات التعليمية والمكاتب في تايوان أبوابها لليوم الثاني على التوالي استعداداً لوصول الإعصار كراثون وقالت مساحة الأرصاد الجوية أن الإعصار سيدخل الجزيرة من إحدى ثلاث مدن تقع في جنوبها وتشهد المنطقة الكثير من الأعصير خلال الفترة الحالية من السنة لكن دراسة صدرت أخيراً خلصت إلى أنها باتت تتشكل على مسافة أقرب من السواحل وتستمر لفترة أطول بعد بلوغها اليابسة بسبب التغير المناخي ترجمة نانسي قنقر